تصادف يوم الأربعاء المقبل الذكرى السادسة والسبعون لاستقلال المملكة حيث يستذكر الأردنيون هذه المناسبة التي أرسد دعائم الدولة الأردنية الحديثة عبر مسيرة مفعمة بالعمل الجادي والكفاح الموصول للشعب الأردني وقيادته لاشمية الرشيدة واحتفاء بهذه المناسبة المجيدة ستنطلق يوم الأربعاء القادم في جميع محافظات المملكة أنشطة وفعاليات متنوعة تستمر لثلاثة أيام حيث تشمل استعراضات فنية ووطنية وعروض جوية تؤديها طائرات فريق السقور الملكية إضافة إلى عروض فلكلورية ومسرحية وفقرات ترفيهية للأطفال واستعراضات بالألعاب النارية في جميع محافظات المملكة وبهذه الذكرى الغالية يتقدم مكتب فضائيات نورساط في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلا بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل بأسمى آيات التهاني والتبريك لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وعموم الأسرة الأردنية الواحدة راجينا الله أن يديم على بلدنا نعمة الأمن والسلام والاستقرار وأن يحقق لشعبنا الأردنية التقدم والازدهار وكل عام والجميع بألف خير